موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح له كل المجد العالم صحي على مأساة كبيرة وكأنه نحتاج إلى مزيد من المآسي غير الكورونا والوباء والظروف الاقتصادية والمادية التي أثرت على الناس من ناحية جسدية من ناحية نفسية وكثير حالات طبعا من ناحية روحية أثرت على الفكر والمشاعر أيضا العالم صحي على أخبار مزعجة جدا انفجار عظيم حدث في ميناء في بيروت طبعا الميناء على البحر الأبيض المتوسط وهذا الانفجار يعني كان له صدى صوت فظيع جدا يمكن من الصورة بتبين أنه وصل الصوت إلى القرى المجاورة والمدن المجاورة يمكن أكتر من مئة كيلو متر تسمع هذا الصوت وكانت منطقة جميلة جدا وبعد تواني كلها صارت فلات على الأرض لم يبقى شيء سيارات تتطاير نيران وطبعا عدى السموم اللي في الجو من المواد اللي اتفجرت فيها في هذه المنطقة طبعا قلوبنا مع لبنان الجريح في هذه الأيام احنا كخدمة نور لجميع الأمم انتوا في محبتنا وفي فكرنا وفي صلواتنا الرب يعزي كل الأهالي اللي فقدوا أحباء ولسه الأعداد بتتزايد يمكن يصل العدد للمئات والجرحة بالألاف والخسرات المادية حتى يعني يقال انه من التلال القريب على المنطقة من قوة صوت هذا الانفجار كل الزجاج في الضياع والقرى المحيطة كلها اتكسرت وطبعا أثرت على كتير من الناس اللي سقطوا اللي تجرحوا بسبب الزجاج المتكسر في كل مكان والسيارات ففي كان ضمار من كل من كل ناحية احنا منصلي من أجل لبنان في هذه الظروف وكأنه محتاجين مزيد من الظروف الصعبة ولسيما في هذه الأيام بمروا في ظروف صعبة جدا مش بس مرض الكورونا لكن الظروف الاقتصادية الاقتصاد صعب جدا جدا وهذا الميناء يعني بغطي مصاريف من الاستراد والتصدير لمعظم لبنان فمش عارف كيف الأيام الجاي أو كيف الوضع رح يكون حتما منصلي من أجل القيادات أنه ربنا يعطيهم حكمة والقيادات الدينية أن يقود الشعب فعلا في فرصة طمأنينة وسلام وهدوء وراحة والرب يسوع قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثاقلي الأحمال وأنا أريحكم وهذا الانفجار تعرفوا ما بميز بين أي إنسان سواء غني أو فقير سواء قسيس أو كاهن أو شيخ أو كذا قتلى من كل الطوايف من كل الملل من كل الأديان ما ميزتش يعني وصل الموت إلى إلى الجميع لكن عاوز أقول إنه في رجاء وهذا الرجاء إحنا منصلي إنه معرفة المسيح ومجد المسيح ولسيما في هذه الأيام الصعبة في لبنان إنه الله فعلا يختبره الراحة والسلام والهدوء والمحبة وحضور الله يغمر البلد أنتوا عارفين لبنان مسكور جدا في الكتاب المقدس وله أهمية كتابية كبيرة لكن صلواتنا معكم ومحبتنا معكم اسمحوا لأحبائي معاي على الخط راعي كنيسة المعمدانية العربية في أوتوا في كندا القسيس وليد بطار هو طبعا من لبنان أصلا أهلا وسهلا السيس وليد أهلا بالأخ نزار أنا بدي أشكر الرب من أجلك أنت تسبق دايما بإعلان محبة وقلب المسيح مش بس عن لبنان عن كل بلاد العالم فأنا بشكر الرب لأجلك ولأجل هالفرصة اللي فيها عم بتحول للأنظار إلى الصلاة من أجل لبنان شكرا كتير أخ وليد ربنا يباركك أنت خادم ترعى كنيسة وفي نفس الوقت أنت قلبك موجود في لبنان أنت ممثل الكنيس المعمدنية في لبنان طبعا في كندا وفي الإرسالية هناك بتمثلها في كندا وفي نفس الوقت عندك خدمات متنوعة ومتعددة في لبنان مش بس مساعدات إنسانية لكن تعمل تدريب وتلمذي لكتير من الناس وأنا بعيني شفت يعني كيف الله بيستخدمك في لبنان شو الرسالة اللي عاوز توصلها أخ وليد للكل بشاهدونا الحقيقة يا أخ نظار في البداية الحقيقة أول رسالة بأولى هي الرب يعيد مجده إلى لبنان بمعنى آخر الرب يتمجد من خلال هذا البلد في الشرع الأوسط اللي فيه حرية مطلقة بمعنى أنه الإنسان له الحق بالتعبير له الحق بالعبادة له الحق بأنه ينشر الكلمة أنه يبشر أنت بتعرف أخ نظار في كل بلاد الشرق الأوسط البلد الوحيد اللي ممكن أنه يستقبل في معاهده الإنجيلية أو اللاهوتية أي إنسان من أي دين أو طائف ممكن هو في لبنان له السبب كمان نرجع من نتذكر أنه لبنان بلد يتعيش فيه عدة أديان وصوائف يعني مع بعضهم وهيدي بتبين عن طبعا نحن منقول هيدا الشي رائع جدا لأنه هيدا كمان بيعطينا غنى لإلنا حتى نقدم رسالة رسالة المسيح بتعرف الكتاب لمقدس أخ نظار بيقول بنشيد بيشبه مجد لبنان بيقول طلعته كلبنان فتن كلأرض وأنا في هيدا الأيام قلبي الحقيقة بس أول شي بفكر فيه أنه يرجع الرب في مجده من خلال الكنيسة ويعلن صليب المسيح وخلاص المسيح فداء المسيح ويعود الرب ويتمجد من خلال كنائسنا في لبنان بنفس الوقت يا خنظار أنت بتعرف أنا عندي أقرباء وأحباء في ناس قدرت تتصل فيهم وفي ناس ما قدرت تتصل فيهم فأنا عم صلي حتى الحقيقة الرب يعطيني راحة من شاهد الأشخاص اللي ما عم بقدر تتصل فيهم بعد لكن تصلي بمعظم الكنائس هناك دمار في كنائس عديدة في جزاف أزي بعث لكم صورة في كنيسة الوظوات كمان التعاون فيها لأنه هذه مناطق قريبة الخدام الأخوة عم بيعانهم مثل ما قلت حضرتك من ظروف صعبة جدا فأجت هيد الكارثة وأضافت إلى الكوارث الثانية بس بدي أقول شي مهم جدا يا أخ نظار إن لم يبني الرب البيت فباصل يسعب البناءون رأس الحكمة مخافة الله أهم شي نرجع للرب من قلوبنا والرب بسدد الاحتياجات وبيعزي وبيغير والرب بيتمجز في بلدها أخ وليد طبعا يعني عاوز أسألك قبل ما تصلي عاوزين نصلي من أجل لبنان وحضرتك رح تصلي من أجل لبنان لكن إحنا اللي عايشين في الغرب كيف فينا نساعد لبنان الحقيقة الأهم شي أخ نظار هو مثل ما قلت في البداية حضرتك أنه نصلي من أجل بلادنا ونصوم يعني نصلي ونصوم لما بيكون في أمور بصعبة بهذا الشكل نتذكر كيف نتذلل أمام الرب الصوم أيضا شي تاني بدي أقوله أنه كل واحد مننا قادر يشجع يستخدم كلمات التعذية في الكتاب المقدس يشجع الأخوة والأخوات الشعب اللي موجود الكلمة حضرتك حلوة كثير هلأ أخ نظار أنه رجال الدين أو الكنيسة اللي موجودة في لبنان تستخدم هذا الوقت حتى فعلا تقدم المعطي الوحيد للراحة والسلام شخص المسيح الثالث شي ممكن نساهم ماديا يعني طبعا الأمور اللي حصلت كنايس تدمرت في بيوت فأدت أحباء ناس محتاجي مبارح نيزار كنت عم بحكي مع أحد وأطباء في ناس عندهم احتياجات كثير صعبة فالرب يعني نقدر منحاول أنه نساعد بهالثلاث قطر ونعبر عن محبتنا العملية وهيك منعبر عن إيماننا بالعمل والحق أنه نتصرف نمد يد العون طبعا هلا نحاول نلاقي طرق أنت بتعرف الوضع الاقتصادي البنوك مع متعطي مصاري الخلل الاقتصادي موجود بالبلد تقريبا البلد بحالة انهيار لكن نحن نقدر نمد يد العون بأنه نقدم تقديمات معينة لشعبنا هلا عم نحاول نتواصل الحقيقة مع عدة أطراف نشوف شو هي الطرق اللي بيوصطها ممكن نحن نساهم أو تصل المصاري فعليا ليد الأشخاص اللي لازم محتاجين لها ما بدنا كثير أشخاص اخنزار للأسف مرات كثيرة بتتحول للمصاري وتروح أمور إدارية بدنا الأشخاص تروح وهون عم ناشد مباشرة أي شخص بحب يقدم ممكن يقدم من خلال المجمع الإنجيل المعمداني مباشرة على لبنان يعني ما بيمر بحدا تاني وهيكي نقدر نحافظ ونعرف أن الموال أو المساعدات تتوزع بحسب الأسوال أمين أخ وليدي وكمان بحب أشجع كل المشاهدين اللي بيشاهدونا إذا رب حط على قلبك أنك تبعت تقدمي للبنان من فضلك تواصل معنا بكل الوسائل المتاحة لك على شاشة التلفزيون ولأنه في الغرب مثل ما بتعرف أخ وليد هو أنا بيستخدمه فكرة الضريبة الانكم تاكس ريسيت فإحنا تشارتبو الأورجنيزيشن فيك طبعا تتواصل معنا وأكيد طبعا رح نساهم في هذا الموضوع كم تأثرت أخ وليد في صورة وصلتني كاهن عم بيبخر في الكنيسة وعم بيصلي وكيف فجأة سقط سقف الكنيسة عليه مين كان يتوقع مين كان يفكر إنه يصير إشي مثل هذا الرب يرحم والرب ينمس والرب فعلا يدخل أخ وليد كلمة أخيرة تفضل يعني شارك وبعديها من فضلك قودنا والمشاهدين في كلمة صلاة أخ نزار أنا كمان بدي أقول إنه لما قلت تحويل المجمع المعمداني هو طبعا من خلال مؤسسة وأنا بشهد كمان عن نور لجميع الأمم إن كان مساعداته في سوريا أو مساعداته في لبنان فأنا بشهد شخصيا وبعرف قديش البرنامج وقديش فعلا أنتوا كان لكم دور إيجابي بخلال هالأحداث في بلادنا أنكم مديتوا يد العون لأحباء كثيرين إن كان مع الكنيسة أو خرجها فأنا أنا بشجع الناس أنه من خلالكم أنتوا تتواصلوا لأنا متأكد أنت اللي عندك أخ نزار شهادة من جميع الخدام بأمانتك أنه الرب يستخدمكم بهذا الموضوع أنا رح صلي يا أخ نزار وبرفع قلبي معك ومع أخوتنا الأحبة من أجل لبنان والرب يباركك ويبارك الخدمة ويبارك شكرا يا أبانا السماوي في هذه اللحظات الصعبة في هذه اللحظات الأليمة نتقدم أمامك خاشعين وساجدين وطالبين نتقدم نتقدم في شخص الرب يسوع المسيح بثقة البابلين أمام عرش النعمة مين في غيرك عنده الرحمة والعون والسلام مين غيرك عنده الغفران والراحة والطمأنينة يرب فعلا لبنان في هالأزمة كشعب يحتاج إلك ما في سلام مع الله ولا سلام الله ولا راحة على الإطلاق من غير شخصك قلوب محطمة قلوب حزينة قلوب كثيرة قلوب فيها دمار وموت خسائر جنة العمر مين بيبلسم الجراح مين بيعز القلوب اللي فأدت أحبها إلا شخصك العظيم مكتوب لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرتي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية أنت اللي جيت عالمنا بتحس وتشعر معنا بتوسينا بتشجعنا بتشددنا بكيت عن قبر لعاظر حننت على امرأة فقدت وحيدة أطعمت الجياع شفيت المرضى في هيدا الظرف الصعب منقلك تدخل وتشفي النفوس الكثيرة الجرحة مكتوب عنك سامري صالح أنت اللي بتبلسم الجراح أنت البلسان أنت الدواء أنت إليه كل تعزي مكتوب عنك تعزي من فقد أحباء وأهله يا رب أنا بصلي أنك تسود بالتمام على بلادنا فعلا رأس المخافة رأس الحكمة مخافة يا رب أنا فعلا بقول بدونك لا يمكن أن يكون سلام إلى من نذهب أنوها تلميذ مرة وعندك في كل ظروف الحياة ارتواء وشبع وسلام وراحة يا رب حول الصخرة إلى جداو المياه الصوان يا رب إلى يا نبيع ماء اروي شعبنا من مياه راحتك حول القلوب الصخرية إلى قلوب لحمية تختبر نعمة الغفران وتختبر أيضا باسمك غفران الخطايا يا رب نصرخ مع عبدك نقول خلص شعبك بارك ميراتك ارعهم منهم إلى الأبد يا رب نحن نسف أنك إله صالح وإلى الأبد رحمتك نحن نسف أنك قادر أن تفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفكر قلوبنا حدوء يا رب أفكارنا محدودة لكن نحن نعلم أنك صاحب السلطان المطلح نستودعك أيها السيد الرب شعب لبنان لبنان بين يديك فأنت مكتوب عنك خالق أمين في عمل الخير نستودعك كل النفوس نستودعك يا رب مثل ما صلى خي نزار وطلب كل القيادات يا رب أنصعت حكمة وأنصعت تأنيب أيضا يا سيد الرب على ما حصل سيعود إليك يا رب ويطلب طولة توبة وغفران لخطيانهم يا رب أريد أن أصلى أيضا وأن تعيد مجدك إلى بلادنا فعلا يا رب إن كان طلعتك شبهت بلبنان وصلي يا رب أيضا أن المؤمنين يكونون كالصديق كما هو مكتوب كالصديق قد نخلت ياسو الكالأرض في لبنان ينمو أن ننمو في محبتك وننمو في قداسة وفي التقوى أيضا مرة جديدة نستودعك بين اليدين التي تقبتين يا رب التي تقبت من أجلنا على الصريب نستودعك بلادنا وأرضنا وشعبنا نحن ناسك رب أنك تحبهم أكثر منا وأنك ستمسح كل دمعة من عيوننا يوما ما ولكن حتى مجيئك نحن تحت النعمة وفي النعمة مقيمون ونستودعك يا سيد الراب لكي تعطي نعمة لبلادنا وشعبنا ولك المجد والإكرام والسجود والعبادة في شخص ربنا يسوع المسيح من الآن وإلى الأباد آمين 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 شكرا أخوها وليد ربنا يباركك ويبارك خدمتك وبنفس الوقت بحب أدعو كل اللي بيشاهدونا نخصص صوم وصلاة من أجل تدخل إلهي في الوضع في لبنان الحالي إحنا منصلي من أجل رحمة من أجل سلام ومن أجل محبة تغمر لبنان وشعب لبنان أحبائي ابقوا معي تفضل أخو وليد شغلة وحدة ككنيسة نحن الكنيسة الإنجلية مع مدنية العربية بقصة وحنخصص بنعمة الرب بكرة يوم صلى وصوم حب شاركو معك كمان والرب يباركك يباركك أخو وليد شكرا جزيلا أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير حتى نتكلم عن موضوع الحلقة سأعود بعد هذا الفاصل القصير 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 اهلا أحبائنا مشاهدينا في هذه الحلقة سنجاوب على سؤال وهذا السؤال كثير يسألون أحبائنا وإخوتنا المسلمين يسألون عن يسوع اللقب المستخدم في الكتاب المقدس يسوع المسيح حمل الله فلماذا تقولون عن يسوع أنه حمل وكأنه الموضوع يتعيب من هذا الأمر مع أننا شرقيون ندرك كل الإدراك أهمية الأسماء وأهمية الألقاب وإذا فيه شعب اللي بيفهم هذا الموضوع هو الشرق الأوسط يعني مثلا اللي عايش في شمال أمريكا الشعب الأصلي مثلا بتلاقي الأسماء أسماء حيوانات أسماء غراب أسد غزال إلى آخره دايما بلقبوا بعض في هذا الشيء فالسؤال كان أليس هذه إهانة إهانة للرب يسوع المسيح المقصود وطبعا في هذه الأيام أحبا أن المسلمون احتفلوا بعيد الأضحى وكلمة الأضحى من أضحية اللي بكل بساطة بقدم خروف حمل حيوان يذبح طبعا وأكيد له دلالة كتابية لأن هذا العمل مش جاي من عبث ولا من فراغ له دلالة كتابية وحتى في العدات الشرقية هذا الشيء متعارف عليه مثلا عنا في الشرق بيحبوا الأسماء الزخمة عارف الأسماء القوية بيسموا مثلا مثلا أسد فلان اسمه أسد أو نمر أو اسم فهد المقصود من هذه الأسماء هي وصف الشخصية شخصية الإنسان وكثير من الأسماء كمان بتوصف صفة فلان يعني مثل العقرب فلان أسرع من الغزال فلان مثلا مثل الصقر أو مثل النسر عينيه مثل النسر وهكذا كل هذه الأسماء القوية اللي احنا منعبر فيها في الشرق الأوسط هي تعبير عن عظمة وقوة الإنسان في الكتاب المقدس شيء مهم لكن مختلف نوعا ما بالنسبة للأسماء الأسماء فيها ألقاب وفيها عمل وفيها تشبيه يعني في كتير ناس مثلا اسم مش على مسمى مثلا فلان اسمه جميل لكن بالحقيقة هو ليس جميل وفي شخص مثلا اسمه لطيف يا لطيف ألطف على هاللطيف بيكون أقسى إنسان وهكذا لو الأسماء تشترى بالأموال يمكن منشترى الأسماء بالمزاد ومندور على أرخص الأسماء بس الأسماء احنا ما مندفع فيها مصاري ولا منتعب فيها منسمي لكن الهدف من التسمية لعل وعسى إن الشخص فعلا يعيش بحسب اسمه وبحسب لقبه إن المأساة الكبرى إن واحد يكون اسمه مثلا اسم عظيم لكن في نظر المجتمع هذا الاسم ملوث هذا الاسم يعني فاسد هذا الاسم عندما يذكر دايما فيه مأساة ودايما فيه معنى فيه أسماء كثيرة بالكتاب المقدس أحبائي اللي كل اسم له معنى حقيقي فمثلا على سبيل المثال موسى موشي لأنه انتشل من الماء فمثلا خلينا نقول إسماعيل الرب سمع يشمع إيل يعني الله يسمع قريبة للغة العربية إصحاق يتحك في العبرة يعني يضحك قريبة على اللغة السامية الأرمية أو اللغة العبرية والعربية إبراهيم أف يعني أب إبراهيم أب لشعوب كثيرة لأمم كثيرة والملاك لما اتكلم مع مريم المطوبة ويوسف الصديق رجلها سمى اسم يسوع اسمه يسوع يشوع لأنه يخلص يهوى يخلص لأنه يخلص شعبه من خطيان شيء لذيذ إذا أنت عندك مثلا حب في دراسة الأسماء في الكتاب المقدس دايما الأسماء إلها معنى إلها لقب إلها تشبيه إلها رمز إلها رسالة إلها رسالة مهمة جدا يعني مثلا بعطيك بس على سبيل المثال في سفر التكوين يعقوب عن ببارك أولاده 12 اللي هم أصباط إسرائيل الاثني عشر يهوذة مكتوب عنه جرو أسد أوكي بسميه الأسد يساكر بسميه حمار جسيم رابط بين الحظائر دان بسميه الحية على الطريق نفتالي أيلة من آيل بتعني الغزالي يوسف مثلا غصن شجرة مثمرة يعني مثمر فبيسمي الإسم واللقب وراء الإسم بن يمين ذئب مفترس أو ذئب يفترس وهكذا أسماء كثيرة حتى في العهد الجديد مثلا الثور هو رمز للخدمة النسر هو رمز للهوت والرؤية فالنسر هو الطائر الوحيد اللي بتطير وممكن ينظر للسماء مشان هيك يحنى البشير يلقب بعيني النسر أسماء كثيرة وكل هذه الأسماء والألقاب لها عمل لكن واحد من أهم ومن أجمل ومن أقوى الألقاب اللي تميز فيها يسوع على فكرة يسوع له أسماء كثيرة وله ألقاب كثيرة يعني في شخص كتب عن أسماء الله وألقابه في العهدين أكتر من أربعمائة اسم ولقب فكل اسم وكل لقب عم بيعبر عن رسالة وعم بيعبر عن دلالة معينة عن عمل معينة فمثلا مكتوب عن المسيح أو قال يسوع أنا هو الراعي الصالح فالمسيح هو الراعي وفي نفس الوقت يقول عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فالناس بتستعي بكلمة الحمل لأنه الحمل وديع متواضع يعني مش بتاع خناقة ولا بطش ولا قتل ولا فتك على فكرة واحدة من ألقاب المسيح كمان يمكن بيبسطنا إحنا الشرقيين من حب هذا الاسم يسوع يلقب أيضا بأسد يهوذة غلب فهذا الأسد الغالب طبعا بيتكلم عند مجيءه الثاني فالمسيح هو الراعي الصالح وفي نفس الوقت هو الحمل الوديع خلي بالك أنه يحنى المعمدان عم بيتكلم للتلاميذ عند المعمودية والمعمودية ترمز إلى دفن إلى موت ودفن وقيامة بحسب رسالة روميا الإصحاح السادس وكانه عم بيوجه الأنظار إلى يسوع المسيح اللي قال عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية مش خطايا وكأنه كل خطايا البشرية كل خطايا العالم اجتمعت بكلمة وحدة خطية اللي هي في شخص المسيح المكتوب عنه الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر لاحظ الكلام الذي بجلدته يعني بحطها في المفرد شفيتم فإذا هذا العمل الكبير الرائع هو أنه يرفع خطية العالم وخلي بالك أن يحنى المعمدان بيتكلم لليهود وهذا شيء مألوف لليهود وعلى فكرة مألوف للعرب والشرقيين وكل الشعوب السامية هذا الاستلاح مألوف جدا فهو مش يعني خارج عن صياق الحديث أو خارج عن صياق الشريعة لكن الكل بيعرف لما بتقول فلان حمل ولسيما حمل الله على طول بروح بالك أو في فكرة اليهودية بروح فكره للذبيحة فالفكرة مش الحمل البسيط ألم يقل المسيح كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام ألم يقل المسيح أرسلكم كخراف وسط ذئاب يعني كل هذه التشبيهات مألوفة للفكر والعقل الشرقي فأنا أتعجب اللي بهاجم ولسيما يمارس الأطحى يمارس الذبايح والذبايح أنت لمين بتقدم الذبيحة هل بتقدمها لأله طب ليه بتقدمها لأله هل حاولت تفهم السؤال من وراء الموضوع ومتى الله طالب بهذه الدبيحة ولمن ترمز هذه الدبيحة وهل الله يصر بالذبايح كما يقول الكتاب أريد رحمة لذبيحة فإذن إحنا منتكلم حبائي في إشياء مفهومة معروفة شرقيا تاريخيا كتابيا في كل الأديان وفي كل الحضرات وكل الثقافات القديمة يعني الشيء مش غريب علينا هذا الشيء مألوف كان عند اليهود وفي معظم الحضرات والعدات الشرقية كمان هذا الشيء متعارف عليه وشيء مألوف جدا لكل مستمع فيحنا يقول هو ذا حمل الله يعني الذي يرفع خطية العالم طبعا الحمل هو المخصص من الحيوانات المخصصة للذبائح طيب ليه يحنا عم بيقول عن المسيح هو حمل الله ماذا يقصد يحنا من هذا القول من السهل انك تجادل او تزد كلام او ترمي كلام من غير ما بتعرف الفحوة او القرينة او شو المفهوم من وراء هذه الكلمات كيف فهمها الشعب المعاصر ليحنا المعمدان كيف فهم الشعب القديم او المعاصر ايضا ليسوع المسيح هذه الفكرة فاذا الله نفسه علم شعبه عن اهمية وضرورة ذبح حمل ثم رش الدم للتكفير كان يعتبر كبديل وبالتالي يسفك دمه لمغفرة الخطايا لكن لازم يكون بالايمان ممكن تقدم الاف الكباش والاف الحمل والخرفان لكن ما عندكش ايمان هذا لا يحرك ولا يعمل اي شيء في نظر الله لاحظ شو بقول يحنا هو ذا يعني طب ما هو عنده تلميذ كان انت ابن شعبي لإلك لكن يحنا كان عنده رسالة لازم يوصلها ويؤديها هو قال ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص وهذه واحدة من الاقوال الشهيرة واتكلم عن المسيح ابن الله عن ازلية المسيح عن فداء المسيح عن عظمة المسيح عن تفوق المسيح وانه قال عن نفسه انا لست مستحق ان احل سيور حذائي لكن واحدة من اعظم الاستلاحات والالقاب حمل الله يعني الشخص الذي سوف يذبح ويقدم نفسه كفارة لخطيانا ويموت موتا بدليا عن كل البشرية هو ذا هل احسست بقوة هذه العبارة يعني بوجه الالتفات الى شخص عجيب من يحنا الى يسوع المسيح هذا الشخص متفوق سامي فريد متميز من نوع واحد من نوع عم بيتكلم بقولهن اها هو ذا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يعني شخص كأنه بيبحث عن شيء كما انه وجد شيء وجه انظار التلاميذ الى الحمل الحقيقي الى اعجب شخصية في التاريخ بالاحرى الى سر التجسد سر الفداء حمل الله الكامل التي ترمز اليه ذبائح العهد القديم يقول الكتاب احبائي بدون سفك دم لتحصل مغفرة وبتعرف مين اللي بيقاوم فكرة الفداء والدم الشخص اللي مش عاوز الفداء ومش عاوز الكفارة ومش عاوز انه يخلص فكر انه بشوية بر وبشوية وصايا وبشوية اعمال برش الرب وبشوية انه اروع القدس ولا الحاج الى اخره ولا اعطي من عطياي من تقدماتي وما بيدرك انه الله ينظر الى القلب والقلب واخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه من فضلة القلب يتكلم اللسان من القلب تخرج الافكار الشريرة لاحظ الكتاب بيتكلم عن هذا الدم وله دلالات كثيرة فمثلا يقول الكتاب عن دم عن دم هبيل صوت دم يعني كأنه الدم بيتكلم مش في العادات الشرقية الى يومنا هذا فكرة الثقر والانتقام والدم هي مأخوذة من العادات القديمة هي مأخوذة لكن برضو الكتاب علم عن ضد الانتقام علم عن الغفران والمسامحة لأن الانتقام والدم والقتل والعنف هو طبعا صفة الشيطان لأنه مكتوب عن الشيطان أنه كان ذاك قتالا منذ البدء وأيضا الصارق يعني الإرهابي لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك هاي دا من صفات الشيطان الغزو والقتل والاحتلال والقمع والإذلال والاختصاب الى آخر كلها بتتحط تحت الصرقة والقتل وإهلاك النفس لكن أحبائي في الكتاب المقدس بيتكلم عن صوت دم لما قائن قتل أخوه هابيل سألوا أين أين أخوك أين هابيل أحارس أنا لأخي قالوا ها عم بسمع الصوت صوت دم هابيل وهذا الدم يتكلم بحسب العبرانيين الرسالة إلى العبرانيين فإذن هذا الصوت صارخ إلي من الأرض فعندما نفكر في الدم أنه الدم في صرخة في صوت الله بيسمعها ثم في سفر اللويين إصحاح 17 والآية 11 مكتوب لأن نفس الجسد هي في الدم لأن الدم يكفر عن النفس فإذن نفس الجسد هي في الدم يعني الحياة لأن الدم يكفر عن النفس ثم بحسب سفر الخروج الدم علامي كانوا العبرانيين يضعون الدم على العتب والقائمتين مكتوب عن المهلك أعبر أرى الدم وأعبر عنكم يعني للحماية علامي للحماية فالدم يغطي والدم يحمي وهذا مهم جدا في الكتاب المقدس ثم الدم هو علامي بل هو ختم العهد أي عهد يقام في العهد القديم كان لازم يختم بالدم ألم يقول المسيح هذا هو العهد الجديد بدم يعني تختم بالدم الذي يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا لا حاجة أن أتكلم عن الشرائع الكثيرة والذبائح الكثيرة منها شريعة تطهير الأبرص وذبائح اللويين لكن كان في يوم مخصص هذا اليوم يسمونه يوم كيبور يوم الغفران أو يوم الكفارة اللي فيه رئيس الكهنة بيدخل إلى الأقداس بكفر عن خطايا عن خطايا وعن خطايا كل الشعب لما بتقرأ عن هذا اليوم وعن الذبائح التي تقدم كلها لها دلالة إلى يسوع المسيح طب السؤال لماذا؟ ليه بتلزم الكفارة؟ لأن الخطيئة فشت في كل مكان نحن نخطئ لأننا بالأصل خطاة ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي من البطن سميت عاصياً ألم يسمينا الكتاب أننا أبناء المعصية؟ أمواتاً بالذنوب والخطايا؟ في أصعب وأخطر من هيك وصف فإذن بسبب الخطيئة لأنه ليس إنسان لا يخطئ ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد فإذن الجميع أخطأ هاي الخطيئة بشعة فضيعة شنيعة لأنه فصلتنا عن الله ففي كفارة في لزوم للكفارة وها جاء المسيح ليصالح الإنسان مع الآب ثم أحبائي الكفارة بتلزم لأنه الإنسان أثبت عجزه حتى البر النبي الشعياء يقول جميع أعمال برنا كخرقة نجسة فإذن لما بيتكلم عن حمل الله هذا اللي بيدور في ظهن الناس إنه إنسان خاطئ بيحتاج لذبيحة وإنه الخطيئة فصلت الإنسان عن الله وحجبت وإنه الإنسان عاجز أن يصل إلى الله وحاول أن يصل إلى الله بكل الوسائل بكل الطرق بكل الإمكانيات لكنه عجز وهذا هو المبدأ في العهد القديم الله أخذ زمام المبادرة ألبس آدم وحواء أقمسة من جلد ذبيحة هابيل قدم ذبيحة حيوانية نوح بعد الطفان لما خرج من الفلك قدم ذبيحة إبراهيم قدم ذبيحة وأيضا في 22 أراد أن يقدم ابنه إصحاق لكن الرب افتداه بكبش افتداه بذبح عظيم قال الرب يرى يعني بيتكلم عن المستقبل وعندما تكلم يسوع في إنجيل يحنى إصحاق 8 قال إبراهيم رأى يومي فتهلل سألوه طب ما أنت لسه عمرك بجيبش الخمسين قاله عبارة مهمة قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ليه المسيح يقول هذه العبارة أخدوا حجارة وكانوا عاوزين يرجموا يسوع المسيح لكن ما كانش معاد الذبيحة المسائية لسه لازم يكون في ليلة الفصح كما تم هذا الشيء بما أنه ذكرت الفصح كل اليهود لما بتقرأ عن الحمل كل عيلة لازم تجيب حمل اللي هو خروف الفصح بذكرهم من الخروج من أرض العبودية من أرض مصر والمسيح هو فصحنة لكن عاوز أقول شيء مهم جدا أحبائي قيمة الحيوان لا تساوي قيمة الإنسان فكانت الذبيحة رمز كانت الظل وكانت أيضا تشبيه للمخلص للفادي للحمل القادم حمل الله هذا هو لقب المخلص لقب يسوع المسيح اللي اتميز ما في أي إنسان بيتميز في هذا اللقب مرتين في يحنة قال هو ذا حمل الله صح الأول آية 29 آية 36 وأيضا في رسالة بطرس لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم هذا هو حمل الله الرب يسوع المسيح طبعا على الأقل يعني 28 مرة في سفر الرؤية بيتكلم عن المسيح اللي يشبه بالخروف مثلا وهم غلبوه بدم الخروف الذي أحبانا وقد غسلنا من خطيانا بدمه أو بيتكلم عن الناس الأسماء المكتوبة في سفر حياة الخروف بيتكرنم عن ترنيمة الخروف بيتكلم عن رسل الخروف بيتكلم يعني عن كل قبيل الشعب عن بيسبحه الشخص الفادي والخالق يسوع المسيح اللي كان يلقب بالخروف أيضا هذه الأسماء كلها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد تدل أن الحمل كان يستخدم خلال ذبيحة الفصح تعرفوا كمان في كل يوم بيتكلم عن ذبيحة المحرقة كل يوم صباحا ومساءا كان بقدموا حمل هذه ذبائحة اليومية يعني هي ذبائح صرور وقود بيشتم فهي بتكون شبع أنه الله فعلا رضي على الذبيحة وهكذا أحبائي مكتوب عن أنه يصاق كشات تصاق إلى الذبح سواء في أشعية ثلاث خمسين أو في سفر إرمياء فإذن شو يعني هو هذا حمل الله يعني هو ذبيحة المسيح الكاملة بلا عيب بلا دنس الذبيحة النهائية الكاملة ليكفر عن خطايا العالم أي أنه لا توجد ذبيحة ولا يوجد أي نبي رسول من بعده لأنه الله كلمنا في يسوع المسيح اللي هو الذبيحة النهائية لاحظ ذبيحة الفصح واحدة من مميزاتها أنه ممنوع تكسر أي عظم الرب يسوع اقتبس في يحنى عظم لا يكسر منه ليكي يتم المكتوب يعني بالزبط كيف كانوا بيعملوا بحمل الفصح هكذا يسوع فصحنا لم تكسر عظم وهو على الصليب بيسميه دم كريم بريشس غالي ثمين مش رخيص من أجلك ومن أجلي وهذا ما أريد أن أكلم كل شخص عن حمل الله عن يسوع المسيح المخلص سأستكمل حديثة بعد هذا الفاصل ابقوا معي ورجاء كمان إذا حبت تتواصل تواصل معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يسوع حمل بالعكس نحن نفتخر بهذا الاسم وهذا اللقب لو لا مجيء المسيح لا هلكنا في خطيانا الإنسان عاجز عجز أن يصل إلى الله بتقوى بالذبائح بالأعمال من يستطيع أن يصل إلى الله وهنا حباء التشبيه الجميل لأن الله عادل الله قدوس أجرة الخطيئة هي موت فإذا الله حكم على الإنسان بالموت الله اتكلم مع آدم بقول يوم تأكلان من هذه الشجرة موتا تموت وفعلا هذا الموت حصل وهذا الموت تم صار فيه موت جسدي يعني هذا الجسد رح يموت ويرجع للطراب ثم الموت الروحي هو الانفصال عن الله ثم الموت الثاني أو الموت الأبدي اللي هو الانفصال عن الله بالكامل ومقابله أيضا الموت الأبدي يعني الهلاك في بحيرة النار كما مكتوب في سفر رؤية إصحاح عشرين فالمسيح جاء حل هذه المعدلة بسبب محبة الكثيرة ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا في محبة عجيبة فائقة أنه الله أحب الإنسان لازم يدين الإنسان لكن بسبب محبته عاوز يخلص الإنسان وهذه الصفات اجتمعت وتوازنت واكتملت في شخص واحد وحيد هو يسوع المسيح فمشان هيك لازم يتجسد يخد صورة جسد في شبه جسد الخطيئة بدون خطيئة حتى يكفر عن الخطيئة في موته على الصليب كإنسان كامل كحمل الله الكامل بلا عيب حتى يرضي الله يشتم رائحة الصرور وتكون كفارته كاملة نهائية لا توجد كفارة بعد موت المسيح إلى كل البشرية حتى آخر واحد من مجيءه الثاني بالعكس هذا الشيء بيقودني إلى الشكر والعرفان والجميع بقول كفارة لخطيئنا ليس لخطيئنا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً إن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم في إشعية 53 مكتوب جعل نفسه ذبيحة إثم وفي حمل الفصح بتصوف صورة جميلة عن المسيح وموته الكفارة على الصليب أي غطانا بدمه وحمانا وضمن هذا الخلاص إلى أبد الآبدين لأنه هو اللي دفع الثمن واستطاع أن يرضي الله الله اليوم مثلاً عندك فكرة الدفع والتعويض الكتاب بقول أجرة الخطيئة موت فإذا أنت شخص أزاك أو سرق في فكرة التعويض فكرة الدفع فكم بالحري الخطيئة اللي هي ضد الله الغير محدود خلي بالك إحنا منتعامل مع بعض في حدود وفي نطاق الزمن لكن الله غير محدود وخارج عن نطاق الزمن فالخطيئة هي إهانة موجهة لله الغير محدود إيه بدك تعمل لهذا الإله الغير محدود ده أنت لو سبيت شخص ممكن يقتلك فكم بالحري إذا سبيت ملك شو بيصير فيك ولا في كل عيلتك فكم بالحري أنت عم بتهين الله عم بتوجه إهانة ضد مجد الله وكملات الله وشخص الله وطبيعة الله إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله فالخطيئة هي إخطاء الهدف فعندما نخطئ الهدف نحن تحت دينونة الله المسيح مات ليصنع كفارة لكل البشرية حتى نتمتع بالحياة الأبدية خليني أخد مكالمة من السكايب هاني من اليمن أهلا وسهلا أخ هاني أنت معانا على الهواء تفضل أهلا وسهلا بك عزيزي يا هلا بك أهلا وسهلا أخ هاني ربي باركك أولا بحب نعزي إخواننا وحبائبنا في لبنان ربي يعزيهم ويقويهم ويشددهم ويكون معهم دائما وكمان أعزي أهلي في اليمن لأننا يمني اليمن الذي دائما تنزف جراحها في كل لحظة في كل وقت جراحها ينزف النار تشتعل عليها من الخارج ومن الداخل اليمن الذي تلتهب اليمن الذي هي مملكة سبا سبا الذي رحلت إلى الملك سليمان عشان تأخذ منه الحكمة اليمن الذي الآن تأنه وتتمخب اليمن الذي هي كشات تساق إلى الدبع ولا صوت يسمع لها هذه اليمن ولبنان وكل الدول العربية التي تشتعل وأعزي كمان تاني مرة ومرة أخرى إخواننا وحبائبنا في لبنان منبع العلم منبع الحكمة وكذلك اليمن موضوع الآخر الذي هو عن الذبح والذبيحة الذباء حمية من قديمة الزمان الناس قاعدة بتذبح عشان تكفر عن خطاياها ولكن لو نظرنا بالعقل والمنطق بعيدا عن كل الكلام بالعقل والمنطق هل الخروف هذا يساوي قيمة الإنسان؟ هل الحيوان يساوي قيمة الإنسان؟ هل الإنسان مثلا والحيوان متساويين؟ أم أن الإنسان مميز الإنسان الذي تميز الذي قيمته عالية الإنسان الذي هو كشبه الله على صورته على مثاله الإنسان هو الوحيد الله حينما يعني كون الكون هذا كله وخلق هذا الكون كله إلا آدم نفخ فيه نسمة حياة عمله بإيديه إحنا عمل الله فلذلك قيمتنا عالية قيمتنا قوية عالية غالية أغلى من كل شيء في هذا الكون غاليين على من؟ على ربنا على الخالق الذي خلق هذا الكون فلذلك لا شيء يوازي الإنسان والإنسان إحنا شفناه في الرب يسوع المسيح الذي مثل الإنسان الأول الإنسان الذي كما خلقه الله منذ البدء والإنسان عندما سقط آدم تجدد لنا الإنسان وجاء لنا صورة الإنسان في ربنا يسوع المسيح لكن الإنسان هذا بعظمته الذي هو مستمدها من الله الذي هو يحمل الطبيعتين طبيعة البشرية والطبيعة الإلهية لأنه كلمة الله هو من الله هو من الله فلذلك هو الزبح العظيم والذبح هذا لا بد أن يكون خافي ومكفر للبشر حبيبي أخاني لا عاوز أقول أنه رسالتك وصلت وأنا بشكرك كثير كثير على المداخلة بس عنا بضع ثواني أنا بشكرك وخليك دائما نتواصل معني أخاني بشكر رب من أجلك بس عاوز أأكد كما قال يعني أخوي هاني عن القيمة يعني الكتاب بقول لأنه لا يمكن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا مكتوب عن المسيح يعني نفسه هو حمل خطيانا ومكان آخر بقول فوجد فداء أبديا هذه القيمة عظيمة جدا دفع فيك ثمن غالي لأنه الكامل بلعب فأنا بدعوك أنك تأتي إلى حمل الله اللي خلصك واللي بقدم خلاص كل ما عليك تقول له يا رب أنا جيك مثل ما أنا ارحمني أنا الخاطئ الرب يبركك موسيقى 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 موسيقى